اشتركوا في القناة وَلَا عَلْمَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ وَالْحَكِيمُ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أحياكم الله أخواني أخواتي طلاب وطالبات دورة اللهجات العربية في القراءات القرآنية في المحاضرة أو في اللقاء الأخير في هذه الدورة بإذن الله تعالى وإن شاء الله نسأل الله ألا تكون هذه آخر دورة وتأخذ دورات ودورات حتى تستفيد وتفيد بإذن الله تعالى كما وعدتكم أنه ستكون في نهاية هذه الدورة يعني تلخيص أو خرائط أو أطلس لغوي يشمل الظواهر التي يعني أخذناها فيها الدورة أعود لتذكيركم ببعض هذه الظواهر التي أخذناها في هذه الدورة أخذنا على المستوى الصوتي أخذنا ظاهرة الهمز وطبعا الهمز المفردة والهمزتين المجتمعتين في كلمة وفي كلمتين ثم أخذنا الصوامط الحلقية ثم أخذنا كسر حروف المضارعة ثم أخذنا الصوائط القصيرة بعدين أخذنا بين الفتح والكسر وبين الفتح والضم وبين الكسر والضم ثم أخذنا موضوع الأصوات وتأثيرها وتأثير بعضها في البعض الآخر وكانت ظاهرة الإضغام تحدثنا فيها بإسهاب ثم تحدثنا بعد ذلك عن ظاهرة الفتح والإمالة ثم تحدثنا عن الظواهر التي تسمى بالتأثر بالجهر أو بالإطباق أو بالمخالفة أو بالاتباع ثم تحدثنا عن ظاهرة التأثر بالحذف هذا في المستوى الصوتي أما بالنسبة للمستوى الصرفي فتحدثنا في الأسماء والمشتقات الضمير والمقصور والممدود ومن المصادر ومن صيغ المبالغة وفي الأفعال بين فعل وأفعل وبين التفعيل والمفاعلة وفي المستوى النحوي تحدثنا عن الفصائل النحوية زي الجنس بين الذكورة والأنوثة وما عند التميميين والحجازيين وضمير الفصل والمثنى والفعل والفعل أو نائبه والبدل التميمي والمنوع من الصرف وتحدثنا أيضا عن المستوى الدلالي زي الشطر والتلقاء والخمر والعنب والصدف والجبل والحصب والحطب واليأس والتبين والمحاضر الأخير الصحيح هذه اللي فاتت لم أرسلها لكم إن شاء الله سوف أرسلها لكم مع التسجيل الصوتي بإذن الله تعالى طيب إذن سوف الآن نبتدأ في الخرائط اللغوية الخريطة الأولى اللي هي بتبين شبه الجزيرة العربية حدودها من الشرق بحر فارس أو الخريج العربي ومن الغرب بحر القلزم أو بحر أو بحر الأحمر ومن الشمال بادية الشام ومن الجنوب بحر الحبش أو المحيط الهندي الذي يسمى الآن إذن هذه خريطة شبه الجزيرة العربية أخذناها في السابق في البداية ثم هذه الخريطة الأمامكو هي توزيع القبائل العربية قبل الإسلام طبعاً طبعاً كما تلاحظون يعني هذه القريش هنا الأوس والخزرج هذيل وهنا تميم بكر بالوائل هنا تميم تعتبر قاعدة لأغلب قبائل وسط الجزيرة العربية القبائل البدوية أو قبائل البادية لما نقول شرق الجزيرة العربية زي بكر بن وائل مثلاً وعبد القيس وعقيل هذه قبائل في شرق الجزيرة العربية قبائل اليمن زي حمير وأشعر وهمدان ومذحج وخوالان والأزد وغيرها من هذه القبائل بأننا نأتي إلى الظاهرة الأولى وهي ظاهرة الهمز ظاهرة الهمز وطبعاً تم توزيع الأبحاث عليكم وكل أخت وأخ من الأخوة أخذوا يعني بحث معين لموضوع معين من الظواهر اللهجية التي أخذناها يعني مثلاً ظاهرة الهمز كما تلاحظون اللون الأسود هناك قبائل تميل إلى الهمز باللاحظ أنها في وسط الجزيرة العربية وفي شرقيها وقبائل تميلة التسهيل وهي قبائل الحجازية لاحظوا البحر الأحمر يعني على يمين البحر الأحمر باللاحظ هنا قريش وباللاحظ الأوس والخزرج وقبائل هذيل وغيرها من القبائل الحجازية وخزاع وغيرها الآن يعني يمكن أهم ظاهرة من الظواهر الموجودة عندنا في اللهجات هي الظارة الهمز تليها الفتح والإمالة بس الظارة الهمز يعني فيها حكي كتير والبحث معها بحث يعني هام جدا فإن شاء الله أخواني وأخواتي الكرام بإذن الله تعالى بعد ما تسلموني كلكم الأبحاث سوف يتم توزيع الأبحاث عليكم كلكم حيث أنه الكل يستفيد من بحث الآخر بإذن الله تعالى الظهرة الثانية وهي تحريك أصوات الحلق فهناك قبائل تميل إلى إسكان أصوات الحلق وهناك قبائل تميل إلى تحريكها بالفتحة القبائل التي تميل إلى تحريك أصوات الحلق بالفتحة كما تلاحظون النقاط هذه وهي قبائل بني عقيل في البحرين وقبائل بكر ابن وائل في اليمامة طبعا إن شاء الله أنتم بعد ما أبعد لكم البوربونت هذا فأرجو منكم أنكم يعني تصوروا أو هذا وتكتبوا على جانب كل خريطة لغوية من هي القبيلة التي كانت عند هذه الظاهرة على الجانب الأيمن أو الجانب الأيصر حتى يعني هذه تغنيكم يعني مراجعة المادة ككل يعني مثلا من هي القبائل التي تميل تعرفوا الظاهرة مثلا أول ما هي أصوات الحلق إيش تعريفها بعدين من هي القبائل التي تميل إلى تحريك أصوات الحلق بالفتح طبعا باقي القبائل تميل إلى إيش الإسكان يعني مختلفة فيهم إن القبائل إيش بني عقيل وبكر ابن وائل نأتي إلى كسر حروف المضارعة أو ما تسمى بها التلتلة وبرضو أخت يعني كلفناها بهذا البحث وأعتقد أنها أرسلته لي والله أعلم فباللاحظ أنه يعني كما تلاحظون أنه موزع للقبائل التي تميل إلى كسر حروف المضارعة يعني في أغلب الجزيرة العربية فنقدر نقول أنه كسر حروف المضارعة هي جميع العرب إلا أهل الحجاز أهل الحجاز في هذه المنطقة إيش كانوا لا يميلون طبعا هذه المنطقة هذه هي قبيلة وذيل وهي من قبائل الحجازية التي كانت إيش عندها إيمالة لو لاحظتم إخواني وإخواتي الكرام على الخيطة الآثية أمامكم فباللاحظ أنه قبائل بهراء قبائل كلب قبائل تميم قبائل قيس وقبائل أسد وقبائل الربيعة كلها إيش تميل حروف المضارعة لاحظون قبائل بهراء وأسد يعني هما في بلاد الشام هنا عضوها لتنتين في بلاد الشام وتميم وقيس في إيش في وسط الجزيرة العربية وأسد وربيعة في وين في منطقة الحيرة أسد وربيعة في منطقة الحيرة في جنوب العراق يبقى لدينا قبيلة إيش هذيل وهي من القبائل الحجازية يعني نستطيع أن نقول أن كسر حروف المضارعة كان جميع العرب يعني يعني يكسر حروف المضارعة ما عدا يعني أهل الحجاز باستثناء قبيلة هذيل طبعا في قبائل كانت تكسر كل حروف المضارعة ما عدا الياء وفي قبائل كانت إيش تكسر كل حروف المضارعة زي ما هي وضع أمامكم على الخريطة الصواضي القصيرة قلنا بين الفتح والكسر فهذه قبائل تميل الكسر والنقاط قبائل تميل الفتح فقلنا أهل الحجاز يميلون إلى الفتح دائما في هذه الظاهرة وقبائل قيس وتميم تميل وبني أسد أيضا تميل إلى إيش إلى الكسر وهي إيش قبائل بدوية تعيش في وسط الجزيرة العربية نأتي إلى الصواضي القصيرة وهي بين الفتح والضم برضو لو لاحظنا في الخريطة التي أمامكم أيضا القبائل التي تميل للفتح هي أهل الحجاز لو عندنا ظاهرة الفتح والضم الفتح يكون لأهل الحجاز والضم يكون لأهل البادية من نجد وتميم وبني أسد طيب لو نأتي إلى بين الكسر والضم باللاحظ أنه في هاتين الظاهرتين الكسر والضم فقبائل الحجاز تذهب إلى الكسر وقبائل تميم تذهب إلى الضم يعني نقدر نقول القبائل البدوية وسط شبه الجزيرة العربية وشرقيها زي تميم وقيس وأسد وبكر بن وائل كلها تميل إلى الضم الخراط أخواني هذه تلخيص لمحاضرات هذه تلخيص لمحاضرات يعني ممكن الخريطة هذه تغنيك عن محاضرة كاملة طب لو أتينا إلى موضوع الإظهار والإدغام بشكل عام فنلاحظ أنه الإدغام هو لهجة تميم أو لهجة القبائل البدوي بشكل عام والإظهار هو لهجة الحجازيين لاحظوا المنقط هنا هذه بلاد الحجاز مكة والمدينة وهذيل وخزاعة والقبائل الحجازية تميل الإظهار والقبائل البدوية التي تعيش في وسط الجزيرة وشرقيها تذهب إلى الإدغام الإدغام فيه شوية تفصيلات يعني شوية ممكن ناخدها على عجالة يعني مثلا الفعل الثلاثي المضاعف في حال السكون في حال الجزم أو سكون اللام بنلاحظ أنه هناك قبائل زي بني أسد وتميم تميل إلى الفتح بشكل عام على كل حال مثلا يقول رد فر عض هكذا رد دال مشددة فر را مشددة عض ضاد مشددة هناك قبائل تميل إلى الكسر على كل حال وهي لهجة لكعد وغنى ونمير وهي طبائل تعيش في شرق الجزيرة العربية فيكسرون فيقول ردي عضي فري هكذا تجديد مع الكسر يدغمون مع الكسر هناك فإنها فإنها تدغم مع إبقاء همزة الوصل فيقول أرد أعض أفر أو أفر يعني يدغموا مع إبقاء همزة الوصل هي هذه القبيلة الوحيدة التي هي عبد القيس أما تميم فإنها إذا أدغمت فإنها تقوم بحذف همزة الوصل طيب هناك إدغام الثلاث المضاعف عنده اتصاله بضمير رفع فباللاحظ أنه قبيلة بكر ابن وائل الشايفين هذي يدغمون فيقولوا ردنا طبعا حجزيين يقولوا رددنا رددنا رددت دال دال رددت لكن بكر ابن وائل ماذا يقول يقولون سواء في الماضي أو المضارع أو الأمر يقولون ردنا يردنا وردنا أمر ردن إذن عنده اتصاله بالمضاعف بضمير رفع فإنهم إيش يدغمون زي قبيلة بكر بن وائل الموجودة أمامك على الشاشة في أكضا قبيلة وحيدة أكضا وهي قبيلة هذيل من القبائل الحجازية التي أمامك هنا فإنها تدغم ألف المقصور في ياء المتكلم يعني 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 بدل ما يقول مثلا هواي يقولون هوي قفاي يقول قفي صداي يقول صدي هكذا وهي القبيلة الوحيدة التي تدغم ألف المقصور في ياء المتكلم وباقي القبائل لا تدغم طيب 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 احنا بالرحب بالأخوة والأخوات الموجودين جميعا ما شاء الله اليوم العدد يعني كثير الرحب بالدكتور صفت ما شاء الله يعني كل فترة دكتور صفت يا دكتور أنا معرف انشغلاتك والله ومحاضراتك عالك الله جزاكم الله عنا خير مبارك الله فيكم دكتور جهزت لنا المنظومة الشعرية لإدغام الكبير لأبو عمر البصري نعم إن شاء الله تعجبكم طيب إن شاء الله تقولها لنا الآن ولا في المحاضرة ولا بعدين في الحفل والله كما تحب هذا هو الحفل أيب الحفل المدخم يعني ممكن نقول في حاجة تانية عن القراءات والناس وكده يعني حاجة قصيدة مش منظومة دكتور كم بيت شعر هي الإدغام الكبير عند أبو عمر بصري عملتها كم بيت تقريبا وطبعا أنا عملتها عشان جبت حتى الفروع وكل حاجة صغيرة وكبيرة والاستثناءات لإن فيها استثناءات كثيرة نعم والحاجات اللي هي لم تدغم مثلا في المثلين والمتجانسين والمتقاربين وفي كلمة واحدة وفي كلمتين كل الكلام ده فهي يعني تقريبا هتبع حوالي ستين بيت يعني بالبدء ببدء وفي كنت بدي لكن هي بسيطة وسهلة يعني ديم الميزة طب إن شاء الله يا ريت تشاركها على مجموعة التليجرام يا دكتور حتى الأخوات والأخوة يستفيدوا جميعا إن شاء الله منها بإذن الله تعالى طبعا الأخواتي وأخواتي الكرام بإذن الله تعالى سوف يكون حفل تخريج لكل قلاب وطالبات الدورات لدر الحسان بإذن الله تعالى فأنتم كلكم إن شاء الله سوف تكون مدعوين للمشاركة في حفل التخرج طبعا أفضل خمس أبحاث عندي من دورة اللهجات يعني سوف يكون لها يعني يعني شهادة تميز فأرجو منكم أنكم تكون أبحاثكم متميزة حتى تحصوا عشهاد تميز وإن شاء الله الأبحاث المتميزة سوف تكون على صفحة الدرر الحسان بشكل عام بإذن الله تعالى احتمال السبوع القادم أو كمان عشر أيام يعني تكون هذه الحفلة فأرجو من الأخوة والأخوات جميعا أنهم يعني يسرعوا في تجهيز أبحاثهم حتى يتم دراستها ونشوف بإذن الله تعالى من هي أو ما هي الأبحاث المتميزة في ذلك بإذن الله تعالى طيب نقبل محاضرتنا لا نأتي إلى موضوع الفتح والإمالة طبعا الفتح والإمالة كما تلاحظون يعني من الخريطة التي أمامكم أنه أغلب القبالة العربية تميل أو تذهب إلى الإمالة ومنقط هنا القبالة الحجازية يعني لا تذهب إلى الإمالة يعني باللاحظ القبال التي تفتح دائما هي القبالة الحجازية والقبال المميلة هي تميم أسد قيس هوازن سعد بن بكر بكر بن وائل والقبالة اليمنية في مواضع قليلة هذه المنطقة هذه أيش اليمن هذه المنطقة هذه منطقة اليمن فباللاحظ مثلا القبيلة سعد بن بكر تنتسب لهوازن مثلا وبكر بن وائل بيكونوا في منطقة جنوب العراق في ايضا امالة زي مثلا قيل غيض سيق انا ما جبتهاش هذه خلص مش مشكلة بلاش منها بشكل عام انه هذه القبائل تكسر اوله قريش وكنانة وتميل الكسر الى الضم زي مثلا قبائل البادي قيس وعقيل وبني اسد وهناك قبائل يعني اخلاص الضم زي ايش قبائل هذيل طيب نأتي الى ظاهرة التأثر بالجهر وكما تلاحظون ان القبائل التي تميل الى الاصوات المجهورة بشكل عام هي القبائل التي تعيش في وسط شبه الجزيرة العربية وشرقيها وهي كما تلاحظون في امامكم والقبائل الباقية وهي القبائل المتحضرة زي القبائل الحجازية تميل الى موضوع الهمس قولنا الميلة للجهر يناسب البيئة الصحراوية والميلة للهمس يناسب البيئة المتحضرة تأثر بالمخالفة قلنا كما تلاحظون في الشاشة التي امامكم يعني قبيلة واحدة اللي هي قبيلة بني عبد القيس وهي بطن من بني اسد يسكنون في المنطقة الشرقية مجاورين لبني تميم وبكر ابن وائل وهذه الظاهرة يعني تخص الظاهرة البادية طيب نأتي الى ظاهرة الاتباع وبنلاحظ انه ظاهرة الاتباع برضو يعني قبائل بادية زي الشنوءة وهي تسكن في منطقة صراوات الهجاز ومثلا يقولوا لا يقولوا الحمد لله يقولوا الحمد لله الحمد لله هكذا التأثر بالحذف يعني في هناك قبائل تميل الى حذف احدى الحركات عند توالي هذه الحركات وهي القبائل البادية زي مثلا بني تميم وبني اسد وبعض قبائل نجد والقبائل التي التي تميل الى توالي الحركات دون حذفها وهي القبائل الحجازية كما تلاحظون في الشاشة التي امامكم نأتي الى موضوع ضمير المتكلم اللي هي ألف أنا ألف أنا باللاحظ انه بشكل عام هناك قبائل يعني تثبت الألف وصلا ووقفا وهناك قبائل تحذف الألف يعني وصلا ووقفا وهناك قبائل تثبتها وقفا وتحذفها وصلا وهناك قبائل تقوم بإدغام ألف المقصور في ياء المتكلم زي قبيلة وذيل اللي حكينا عنها قبل بشوية فباللاحظ انه الحجازيين أو الحجازيون يثبتون الألف أنا وقفا ويحذفونها وصلا لكن الغريب ان القراء المدينة منورة أبو جعفر والإمام نافع يثبتونها وصلا فباللاحظ انه تميم تثبتها وقفا ووصلا زي اللي أمامك وهذه قبائل تميم وهناك قبائل يعني تحرك ضمير المتكلم إذا كان مضافا إيش إليه بالكسرة وهناك قبائل تدغم ألف المقصور في ياء المتكلم زي قبيلة إيش هذيل اللي حكيناها قبل شوية يقولون لا يقولون هواي وإنما يقولوا هوي قفاي قفي وهكذا ضمير المفرد الغائب اللي هي يعني تسمى بها الكناية أو ضمير الغائبة هذه هي يعني تنقسم إلى قسمين هناك ضمير غائب تتكون من الهاء والواو في إلاجة الحجاز وهناك يعني هناك ضمير الغائب تتكون من الهاء الساكن أو من الهاء فقط فماذا يعني لغة أهل الحجاز في ذلك يقولون مثلا سراط الذين أنعمت عليهم مررت به لديه مال هاء وواو لاحظوا أن هذه القبيلة القبائل الحجازية المنقطة هذه إذن ضمير الغائبة عندها يتكون من الهاء والواو أما باقي القبائل التي أمامكم شايفينها فهي إيش زيد أزد السراء وعقيل وكلاب هذه قبيلة كلاب وهذه قبيلة عقيل وهذه أزد السراء فعندهم الهاء في الهاء ساكنة فقط يقرؤون لربه لكنود أما في قراءة الحجاز يربيه لكنود أما هم يقرؤون لربه لكنود يعني هنا يقرؤونها بسكون الهاء طبعا قبيلة كلاب هذه كانت تسكن جهة المدينة المنورة في منطقة فدخ تقريبا ثم انتقلت بعد ذلك هذه القبيلة إلى بلاد الشام أيضا ضمير الغائبة في التثنية والجمع نلاحظ أنه القراشيين عندهم الضم يقولون قلوبهم العجل فهنا أيش عندهم الضم أما الكسر فهي لقبيلة بكر بن وائل يقولون فضل أحلامكم يقرؤونها أيش بالكسر طبعا إخواني أخواتي الكرام هذا كله أخذتوا أنتم يعني تستطيعوا أن تعودوا مثلا لهذه الظاهرة في المحاضرات التي أخذتوها وتحددوا وين القبائل التي كانت عندها هذه الظاهرة طب نأتي للمد والقصر فنلاحظ أنه الممدود هي القبائل التي تميل إلى أو تذب إلى المد هي القبائل الحجازية والقبائل التي تميل إلى القصر هي قبائل تميم وقيس وربيعة وأسد من المصادر فعال وفعال وفعل زي ما أنتم لاحظين هذه أخذناها في المستوى الصرفي تستطيعون أن تعودوا إليها وصير المبالغة فعال وفعل وبين فعل وأفعل وبين التفعيل والمفاعلة وبرضو من فصال النحوية كما ذكرنا أو تحدثنا فيها باستفاضة اللي هي الجنس وقلنا يعني هناك في العربية علامات تصحب الاسم للدلالة على تأنيثه زي الها والألف أو الألف الممدودة مثلا نقول وفي هناك أسماء مؤنفة زي إيش زي دون علامة زي الشمس مثلا هناك إيش أسماء اختلفة في جنسة فلا هي مذكرة ولا هي مؤنفة وطبعا في كانت قراءات ولي تستبينا سبيل المجرمين قل هذه سبيلي اهدنا الصراط المستقيم فالصراط يذكر ويؤنف والسبيل السبيل وليستبينا ولتستبينا مر إيش يذكرون سبيل ومر إيش يؤنثونه فباللاحظ أن القبائل التي تميل إلى التأنيث هي القبائل كما تلاحظون في وسط الجزيرة العربية زي قبائل تميم وقيس وأهل نجد أما أهل الحجاز فإنهم إيش يميلون إلى التذكير طيب نأتي إلى الماء وعمل في الجملة الإسمية تذكر أنه حكينا في هذا الموضوع ما هن أمهاتهم ما هن بأمهاتهم ما هذا بشرة فعند الحجازيين ما يعني تعمل عمل ليسة مثل ليسة تعمل تنصب ترفع الإسم وتنصب الخبر أما عند أهل تميم فإنها لا تعمل يقولون ما هذا بشر وليس ما هذا بشرا أيضا إخواني أخواتي الكرام في موضوع المثنى إن هذان لساحران إذا تذكروا فباللاحظ أنه أغلب القبائل العربية يعني تلزم المثنى الألف في إيش في كل حال طبعا ما عدا القبائل إيش الحجازيين الفعل والفاعل ونائبه ففي بعض القبائل تميل إلى مطابقة الفعل مع فاعله أو مع نائب الفاعل في الإفراد أو التثنية أو الجمع وفي قبائل يعني لا تعمل هذا إيش يعني مثلا إذا تذكروا هذه قلنا لكم هذه اسمها لغة أكلوني البراغيث هي مفترض تكون لغة أكلاني البراغيث ولكنهم يقولون أكلوني وجاءت قراءات في القرآن يعني تؤيد هذه الظاهرة وأسروا النجوة الذين ظلموا الله سبحانه وتعالى لم يقل وأسر وإنما وأسروا ثم عموا وصموا كثير منهم وأدخلوا الذين آمنوا هذه كلها إيش قراءات تؤيد هذه الظاهرة طبعا هذه اللهجة يعني لقبائل طيء تعود ولقبائل أز شنوءة وبالحالة ابن كعب وطبعا طيء هي قبيلة يعني تنتسب إلى كهلان وهي قبيلة يمنية عفوا وهي قبيلة تسكن في شمال الحجاز أما أز شنوءة فهي من القبائل اليمنية التي إيش تسكن في صروات الحجاز الجنوبية في هذه إيش المنطقة الاستثناء المنقطع التي إيش إلا وطبعا قبائل تذهب إلى نصب ما بعد إلا وقبائل تتبع ما بعد إلا إلا ما قبلها أيضا الممنوع من الصرف تحدثنا تحدثنا فيه وقلنا أنه في يعني قبائل تذهب إلى صرف الممنوع من الصرف مطلقا وفي قراءات تؤيد هذا الكلام قلنا زي إيش إن أعتدنا للكاثرين سلاسلة وأغلالا وسائرة فسلاسل إيش منوع من الصرف ولكن الإمام نافع والإمام عاصم والكسائي قرأوها سلاسلا بإيش بالتنوين أيضا كلمة قوارير فبعضهم قرأ قوارير وأبو جعفر والإمام نافع وبن كثير الكسائي وغيرهم عفوا هم فقط يعني قرأوها بالتنوين كانت قواريرا بإيش بالتنوين أيضا من القراءات الشاذة ولا يغوثا ويعوقا ونسرا هذه طبعا القراء يعني هذه القراءات التي يعني أو القراء الذين قرأوا بصرف الممنوع يعني هما من البيئة الحجازية زي أبو جعفر ونافع بن كثير ومنهم من هو من البيئة الكوفية ولكن يعني بنلاحظ أنه الممنوع من الصرف هذه اللهجة تنتسب إلى البادية توسط شبه الجزي العربية وقلنا لعلها كانت تستور سابق من لغة العربية حيث كانت اللهجة العربية لا تفرق بين إيش اسم وآخر ولم تكن من الظواهر المبطية لأهل الحجاز ويعني هناك استغراب أن الإمام نافع وأبو جعفر يعني قرأوا هذه بالتنوين ولكن احنا قلنا القارئ لا يمثل بيئته بشكل عام وليس أدل على ذلك من ابن كثير الذي كان يقرأ بالهمز ولهجة أهل الحجاز يعني هي التسهيل وليس الهمز بهذا إخواني وأخواتي الكرام نكون يعني قد أنهينا هذه الدورة بإذن الله تعالى أشكر لكم صبركم وعلي في هذه الدورة وأسأل الله أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة